تحياتي اللي كنت فاكرهم اخواتي بتقولوا بس العمل قل اسبتك مثبتش منتهى الصعب مليش حل انتو منهاتكم كي جي كله ساعة باجيوا في ايدي رضا عشان اغدل لنا في الحرب انا على وضعين ماتش راجل لنا بتحلفتوا بتقولوا ايه يعني ريت حاجات بتجوبنا ومتيدة بتلوك اكلت معا في اكلت ضربة بتاعتي بعيدة اسمي الحمد عيمان عنده واحد وعشرين سنة طلب في كلية الناس انا من اربع او خمس سنين كده في اكتر من حد كان بيقول ان انا شبه بس وجزي فوقتها كان معروف بين الشباب لحد ما نزلت وغنيت كيفي كده فابتدت اكتر من فعه ومريد اعرفه وفي الفترة دي بقى بقى بيتماشي في الشارع الناس فاكراني وجز انا هننسوك بس عايش في المعادة بس عقلتوا اللي وجزي الغلبة هي وجزي ومجوزي الحكيم ومجوزي الجديد اه بس الناس اللي هي اكتر من واحد شبه وجزي ده بيبقى بيتصنع بيبقى شبهه لكن انا شبهه من اربع وخمس سنين يعني مش من اول كيفي كده يعني انا حاسيني بيتصنع ممكنش ليبقى شبه وجز لكن انا شبهه اكتر كنت بنزل فيديوهاتي على التكتوك وكان اكتر من حد بياخدها بيشيارة على النستا ووجزي كان بيشوف الاسطوعات ده لحد ما جدت الصفحة كبيرة اسمها هيبهوب ده عملت ليشيارة على ثلاث فيديوهات ولت وجزي بستايل جديد بس فشيارتها أنا على النستا ووجزي شاف الاسطوع اي حاجة وجزي بيشوفها ده غير اصلا الفيديوهات بتاعتي يعني لما سعني نزلت فيديو على النستا ده خد تمانين شير وخمسين حفز فاكيد الناس اللي شيارة بتقولوا بس العمل قال اسب بيتك ما زبتش منطهر صعب ما ليش حل انتو مالهاكو مكيجي كله سهل اسميلي يوم ما حط بنزين قولتك تمانية وتسية لو في مية تمانية حلوين احنا على مية تمانية حطين كيفي كده؟ كيفي هين واللي اقولوا هنمش شي كيفي كده؟ كيفي هين اسميلي موقعي ده مفيش جنبي قال في البيترة كنت بعمل بديها التكتوك من غير ما اقول للحد فهم لما اشوفوني على التكتوك هم مكاليش يعرف ان انا كلافاكين اني وكز بس بعد كده مرة مع مرة قلت لهم بقى ان انا بعمل تكتوك ان انا شبهه وكده وفعلا هم مقتنعين يعني ان انا شبهه جدا في الجامعة مش زمال بس وموادين بتقولوا انت شبهه وكز وعلى طول انا ماشي وكز يعني تقريبا سموني وكز يعني من اول يوم جامعة والكلام ده من ثلاث سنين فهم سموني ود للا شبه اه معي النظارة ده النظارة اللي عملت بها فيديو تليفون باين في النظارة حاجة في انتها النظارة الفيديو ده الحمدلله جاب مليون فيو عالتكتوك وجايب اكتر من التويتش بس وجايب كومنتات كتير وكزي جديد وكزي الحكيم لما بفتح لايب عالتكتوك بقى لبسها دايما ودايما الناس اللي هي بتمروا عاللايب دايما وكز وتصدم تبعت اموش ان صدمة على الميش بتقول ان انا شبهه اللايب بتاعي هو بيبدأ مثلا في الاول عادي مثلا 12-15 بس اول ما الناس بتبتدي تقول وكز وبتامي من شرطنا صحابه ساعات بيعدي 3000 تحياتي اللي كنت فاكرهم اخواتي باجيوا في ايدي الرضا عشان اغد من هندا في الحرب انا على وضعين ماشي راجل من هندا بتحلفتوا بتقولوا ايه يعني يا رتح اجابة جوبنا ومفيدة بقلوك اكينك معا في اكين الدربة بتاعتي بعيدة عامل ليه فاسدوكة بامب الرب فلو الشاكشوكة اجيب اوتو جد واسيب ساكسوكة عامل الدنيا كما بتقول سوكة كيفي كده كيفي هنا واللي اقوله هنمشي كيفي كده كده كيفي هنا زميلي موقعي ده مفيش جنبيه تليفون باين في النظارة حاجة في منطقة نظارة دي كانت اشهر جملة ليه تليفون باين في النظارة حاجة في منطقة نظارة انا موضوع الشابه انا مكنتش هستخدمه بس بسبب ضغط الناس الناس كتير بتقول انت شابهوا جدا وبنتقول اللي اعمل فيديوهات واكيد طبعا هو يشوف الفيديوهات دي والناس كتير اصلا هتوجب بالموضوع بس لحد ما بصراحة في اكتر من حد شجعني وعملت الفيديوهات وقليت صح يعني انا في خلال كان اسبوع او عشرة ايام المشاديات بتاعتها التكتوك عادت مليون ونص فيديوهات ويجزي بس اعمل اي فيديو تاني لأ فيديو اللي ويجزي عاد بس فتحريبا حتى التكتوك كان في موضوع الشابه ودايما متأجبهم فيديوهات وشايفين ان في شابه كبير بيننا وبين بعض بس والناس دايما بتفتكرنا انها اخوه توقامه هو اختلاف اسمي بس لكن من ناحية الناس موضزي فده من بدر ففي شابه في الاسمي صاحبه في الجامعة والناس في الشارع ما تعرف ليش بس بعد كده الموضوع حاليا يعني الزاد بطريقة غيبة جدا انا ماشي في الشارع بقى خلاص ويجز دايما لما بمشي بقى لا بصلا في حد بيشابه علي فانا كده ببقى عارف ان هو هيقولي ويجز وفعلا بيقولي ويجز بقى بصلا تصور معاك كده بجر باجي وفي ايدي رضعة عشان اغدي الننة في الحربة انا على وضع ماجتش راجب هدنة موسيقى